اه اه يا ولاد مش قادرة بينناها كده خلاص يلا حسن الختام الحق هياخد حقه ما تقوليش كده يا امه ربنا هديك طلط العمر خد يا واد يا سعيد شايف يا واد المفتاح الصغير قوي ده اه يا امه هاتلي الشاكمجية من الدولاب حاضر يا امه واد يا جابر ايو يا غاليا روح وراخوك يا واهد انت عارف ان ايده طويلة حاضر يا امه يا امه يا امه يا واد ما تعيطش بقى خلاص بطل عياد يا واد الاعمار بيد الله يا واد خليك مؤمن اهدى طب اقولك خد خد يا واد الافيونة دي حطها تحت لسانه يوجتك ايه يا واد فكرتني وانت صغير كنت عيل كده بتسنن لما كنت حطله الافيونة تحت لسانه يبطل عياد يا واد الافيونة خد يا امه اه جمعت اخواتك كلهم يا واد زي ما قلتلك اه يا امه كلهم قدامك اهو اه كويس ان انتوا هنا يا ولاد عشان انا خلاص شكلي بودع وعايز اريح ضميري قبل ما موت يا ولاد انا كبرتكو وربتكو الحد ما بقيتو رجالة ملوه دونكم اللي هجام واللي بلطجي واللي ديلر بس الله يسمحوا بقى سامي فلت مني ملحقتش يا ربي تلع دكتور يا رب اهدي يا رب ويبيع اعضاء امين اسمعوا نصيحة ستة بتودع يا ولاد انا عاوزاكو تبقوا ايد واحدة مهما حصل اتعلموا من اخوكو جابر وسعيد يعني انت مثلا يا سعيد ايوة ام وقف كتفك في كتفا اخوك حتى بعد ما اشوهلك وشك بميت النار ايه ايه ام احتي ما مش قلتيلي ان في خفاش مسك في وشه وانا نايم ايو ايو خفاش فيه ايوة ام انت بيتخرفة وانت سوخنا ولا ايه معلش يا جابر انا لازم اريح ضميري قبل ما موت واقول على كل حاجة انت اللي كبت ميت النار على أخوك وهو نايم لجل ما يتشوه وبيتجوزش نفيسه اه؟ ده أنا أشرب من دم هتتسمم يا حمار خلاص يا أولاد هتتخانق قدامي ولا ايه؟ وبعدين يا سعيد انت مكبر الموضوع ليه؟ ما ربنا خد لك حقك خلاص منه ونفيسه ولعتهي يا ده ويه؟ ايه؟ ايه يا ما اللي تبتولي ده؟ يا بيت يا بيت أنا يا بيت اللي حرقتلك وشك انت؟ ايوه ايوه وده مش من فراغ ده عشان انت سقطت عابير وهي حامل لا يا امه انا اللي تزحلقت في الحمام ما هي اللي حطتلك المزة في الشبشب يا هبلة ايوه 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 يا بنت الكه بس بقى بس هتتخانق قدامي وبعدين انت مكبرة الموضوع ليه يا بيت يا عابير ما انت خطفة ابن حنال ايه؟ اه؟ اه؟ ايوه 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 اللي انت بيدولي ده يا امه؟ اسكوتي يا عابير انا لازم رايح ضمي قبل ما موت واقول على كل حاجة اختك كت مزنوقة في ارشان فبعته للسرك بعتتني للسرك يا عابير ايوه يا بيت ما تكبريش الموضوع ابنك كويس وبخير والحمد لله انزلي عالسرك واسألي عليه اسمه القرد الناطق ارد؟ اه اك منه كان مشعر كده حبتان وبعدين ما هقوله من عميلك السودة بعد ما قطعت لسان اخوكي ابي ايوه بيكي بابا لا يا حبيبي ما كانتش القطة مش مشة اكتو اختك حنال ايه ايه اعتلتها انا عايزي بطمحين يا مجميسة يا وده مش من فراخ ده من لسانك اللي كان فلت منك وبلغت عنها وطصتها عشر سينين ايه مزنة لسان مش قطي يلا معلش بقى مصارين البطن بتتخانق المهم ان انا ريحت ضمير مش عافوا ليه مش حاسة ان انا هموت النهاردة انا دعاء لما امس كل حاجة بين هأمس يلا اللي عندو حق عند التانية بقى يا نعم يمكن اقول قاة ترجمة نانسي قنقر